ياسمين عبدالعزيز الحب الحقيقي والوحيد في حياتي اللي عيشتوا معاها مش عيشوا مع حد تاني ممكن أكون عرفت قبلها لكن الحب اللي بجد كان معاها أحمد العودي بيحاول يرجع المياه المجريها مع طلعته الفنانة ياسمين عبدالعزيز ودايماً بيحاول يظهر إنه شريها حتى بعض انفصلهم وبيشوفها إنها أجدع ست في الدنيا وأقرب حد لي وأكتر وحدة قلبه حبها قصة حب أحمد العودي وياسمين عبدالعزيز كانت مميزة ومختلفة والجمهور كان حابب علاقتهم قوي ولما كانوا بيظهروا في أي مكان كانوا بيطلعوا دايماً تريند طريقتهم مع بعض كانت جميلة وكان فيه كمان تفاهم بينهم عدوا بأزمات كتير مع بعض بيانت قد إيه هم بيحبوا بعض ومن أكتر الأزمات اللي كانت مؤسرة في حياتهم هو مرض ياسمين واللي جي فجأة والفترة دي بقى ظهر قد إيه العودي متعلق بيها وبيحبها وكانت كمان بالنسبة له أمه ومراته وأخته وخصوصاً إن والدته توفت وهو عنده تسعة سنين ياسمين بقى عودته كتير عن حنية الأم وكمان الأخت لأنه ما عندهوش إخوات بنات لما تعبت ياسمين انهار العودي وكتب على إنستجرام بوست كبير بيطلب فيه من الجمهور إنه يدعي لها وكان في الوقت ده واصل لمرحلة اليأس والخوف إنه يخسرها وبالرغم من الناس كتير قوي انتقدت جوازهم وخصوصاً إن ياسمين كمان أكبر منه إلا إن العودي ما كانش بيشوف الكلام ده ولا حتى كان بيرد علي وكان دايماً في ظهره معاها وسند حقيقي ليها وكانت كمان علاقتهم دايماً محسودة من كل اللي حواليهم وكل اللي بيشوفوهم ظهروا هم متجوزين في لقاء مع الإعلامية منشزلي وكان بين قوي الإنس جمّة بينهم وقدقي كمان هم متفاهمين مع بعض وكان الجمهور وقتها مبسوط قوي ان ياسمين لقت السند الحقيقي وده بعد انفصال عن أبو أولادها عشان كده خبر انفصالهم كان صدمة لكل جمهورهم وطلبوا منهم كتير انهم يرجعوا لكن برضو ما حصلش نصيب بعد الانفصال بكاميون كان العواضي بيصور مسلسله حق عرب ويتعب وهو في لوكيشن التصوير وقتها انتقل للمستشفى وياسمين ما قدرتش ما توقفش جنبه ويتكون قبل أي حدو تتطمن عليه وخصوصاً ان طلقهم كان في هدوء وبطريقة راكية جداً وشي ولما راحت كمان تزوروا في المستشفى رجع الامل عند الجمهور مرة تانية انهم ممكن كده يرجعوا البعض لكن برضو ما حصلش نصيب لكن بعد اللي حصل في صحور احد المواقع الاغبارية في رمضان اتأكد لنا ان خلاص مش هيرجعوا تاني ظهر العواضي وياسمين في الصحور ده وهم متجاهلين بعض تماماً دول حتى ما سلموش على بعض ولا كأنهم يعرفوا بعض ولو حتى كزملاء لغاية ما ظهر العواضي في برنامج على المسرح ولما تسأل عن ياسمين قال انها الحب الحقيقي والوحيد اللي في حياته وانه أصدق حب هو حبه لياسمين كمان قال اللي عاشوا معاها مش عايشوا مع حد تاني وانها كمان قدرت انها تعوضوا عن فجدانه الولدته وتكون الام والاخت والصديقة وانه اي حب كان قبلها ما كانش حب ولا حاجة كان كلام فاضي كله لانه عاش مع ياسمين وقرب منها اكتر وطبعاً ده كلام غريب عن شخصية العواضي وانه كلين عارفينها لكن هو بيشوف ان حب الراجل للست مش ضعفة أبداً ده بالعكس ده قوة ومش عايب ان الراجل يكون ضعيف قدام زوجته وحاببته وده عمره ما كان غلط بالعكس ده هو ده الحب اللي بجد وخصوصاً بقى انه لما بيحب مش بيكون ملازة وبيكون رومانسي مع حاببته بس برجولة انتو كمان شاركونا بتعليقاتكم وقولولنا تفتكروا احمد العواضي بيواجه رسالة لياسمين عبدالعزيز بكلامه ده عشان يعني يرجعوا البعض ولا ايه اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات